وخلال جولتنا في محافظة ميسان ضمن شعبة زراعة كمويت الواقع طلعنا على تجربة حقلية لتوطين الأصناق أو دراسة ملاءمة أصناق من الحنطة والشعير والقمح الشيلمي ضمن هذه المنطقة الأخ المهندس الزراعي الإسم الكريم محمد إشيا صبار أخ محمد حضرتك أنت ممكن تنفيذ هذا العمل إذا ممكن تحكي نمائي الأصناق والمساحات الآن هناك حق الإلم الآن بسم الله الرحمن الرحيم ومن توجيه مجالة الزراعة ودحت الجراعة الزراعية جراعة تلقي الأصناق جديدا من محاصيل الحبوب تم جراعة ططاع الصنف في منطقة زراعة مويت الحق العائد للمزارع الرائد صبيح ندير شعب توزعت هذه الأصناق بواقع 2 دونم لكل صنف إجمالي المساحة 26 دونم تم نجاح كافة العمليات الزراعية من حراته والتنعيم وتسوية وفق الطرق الحديث كمية البذور كانت 33 كيلوغرام بالجونة بالنسبة للحمطة والشاي تم استخدام كافة الأسمدة السمال المركب خلال عملية الحراتة للمساعدة في خلط دقائق التربة مع حوالات السمات والتخلص من بذور الأقرال نستخدامنا الدفعة أولا من السمات اليوريا حاوة المخطون المشاعد حالة جيدة وحققنا تقريبا نسبة إنبات تجاوزة 90% طيب الأصناف اللي جراحتوها الأصناف الحنطة تموز 2 وتموز 3 والشيلمي 131 عباء 95 عباء 99 ومكسباك ولطيفية وأصناف الشعير شعاع وسبع نيسان وأمل وسمير وصنف وروان طيب كيف تتابعون عاملكم في دراسة حالة هذه المكررات؟ طبعا متابعة دورية من خلال متابعة المحصول كل يوم ورسال تقارير للمديرية زراعة محاصف النسان اللي بلوها ترسلها إلى الجهات المقصة المهندس زراعي محمد الشع سؤال أخير ما هي الملاحظات اللي اتجمعت الحضرتك عن الأصناف المجروعة أو المحاصيل وملائمتها أو نجاحها لحد الآن؟ نذل ما ذكرت نسبة الأنبات تكون جيدة في كل الأصناف لكن ملاحة التفوق واضح للمحصول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر